فيلمنا بيبدأ في مدينة جوانسبرج عاصمة جنوب أفريقيا البلد اللي بيسودها نظام الفصل العنصري واللي بيكون على أساس لون البشرة ومعنى أن الحكم للأقلية البيضة على الرغم من أن أغلبية السكان هناك سود وبتبدأ قصتنا مع الشاب الأفريقي نيلسون منديلا واللي بيشتغل كمحامي وبيترافع عن قضايا السود بس وفي المحكمة بتتهم سيدة ببشرة بيضة الخادمة بتاعتها اللي ببشرة صمرة إنها سرقت قدومها وبتكون الست صاحبة البشرة البيضة متضايق أن نيلسون المحامي واللي بيكون أسود البشرة وبتكون مش عايزة تكلم معاه وبيتجهلها نيلسون وبيسألها إزاي ممكن يتأكد إن الملابس دي بتاعتها مش بتاعت الخادمة المتهمة بالسرقة فبتضايق السيدة البيضة اللي ما بتعرفش ترد وبتسيب المحكمة وبتمشي فبيضطر القاضي يلغي القضية وبالليل بيكون نيلسون سهران مع حبيبته وصديقه في بار واللي بيكون مخصص لأصحاب البشرة الصمرة بس وبيخرجوا كلهم هم مساكرانين وبيوصل نيلسون حبيبته لبيتها وبيروح صديقهم جاكسون لوحده وساكران وبتشوف الشرطة جاكسون وبتطلب منه أوراقه وبيكون لازم كل مواطن أسود يكون معه تصريح بوجوده في المدينة حتى لو هو مواطن فيها وبيكون جاكسون نسي التصريح في البيت فبتاخده الشرطة وبتضربه لحد ما بيموت وفي تاني يوم بتصدر الشرطة تقرير بموت جاكسون لأنه كان عنده مرض الزهري وهو مريض إيدز لكن نيلسون بيقدر يجيب تقرير طبي يثبت بأنه مات بسبب الضرب المبرح وبيعرض نيلسون التقرير على القاضي اللي بيتعصب عليه وبيكون شايف أنه بيكذب الشرطة فبيقوله مندلة أنه معه تقرير طبي من المستشفى بيثبت الضرب اللي تعرض له جاكسون فبيزعق له القاضي وبيقوله يحترم القانون وبيسيبه وبيمشي وبيتكلم مندلة مع نفسه بصوت عالي أن القانون نفسه ما بيحترمهمش وبالليل بيتكلم نيلسون مع صحابه عن اللي حصل في صدقهم جاكسون وبيكونوا متفقين أن الوضع هيفضل مستمر طول ما شعبهم جال وأن الحل في التعليم والثقافة وبيتفقوا أنهم لازم يكونوا إيد واحدة ضد الظلم وبيكون نيلسون بيتمرن ملاكمة كل يوم وبيجي له واحد صاحبه بيدي له دعوة بتتوزع الناس ومحتواها مؤطعة المواصلات اللي بيكون سعرها غالي جدا وبيطالبه كمان برفع أجور العاملين وبيقولي نيلسون أن دي فرصته يوصل لحلمه اللي بيتكلم عنه دايما ونيدي بداية ثورة حقيقية وبيقتنع نيلسون اللي بيروح تاني يوم مع حبيبته إيفلين وبيحس نيلسون بالفخر وشاف صديقه اللي بيخطف في الناس باسم الحرية وبيشوف الشعب هو بيهتف معاه وبيغني النشيد الوطني وبيقرر نيلسون أنه يشارك ومن اليوم ده بتتغير حياة نيلسون مندلة وشعب جنوب أفريقيا وحياة كل أسود في كل مكان في العالم وبيباني أن إيفلين مختلفة تماما عن نيلسون لأنها بتكون خايفة ومش عايزة تشارك معاه وبيقولها نيلسون أنهم ما بيخلفوش أي قانون وأن دي مظاهرة سلمية لشعب بيغني البلده وبيطالب بقال حقوقه وبيودعها وبيمشي مع صديقه اللي بيقود المظاهرة وبيبدأ نيلسون في تشجيع الناس وتوزيع منشورات بتشجع الناس على التظاهر والمطالبة بوقف نظام الفصل العنصري وبيتكلم نيلسون مع الناس أنهم مش مضطرين ينفزوا دستور ما شاركوش في كتابته ولا يسمعوا القوانين اللي ما بتحمهمش وأن أعضاء مجلس الشعب بيقاملوا حفلة باسمهم من غير ما يعزموهم وبيحفز نيلسون الناس بكلامه واختبطه القوية والثورية وعلى عكس صورة نيلسون المثالية قدام الناس في حياته الزوجية والأسرية كانوا متضمرين وده لأنه بيبقى بيخون مراته مع أكتر من واحدة وما بيكونش مهتم بأطفاله وبتتخانق مع أيفلين اللي بتكون تعبط من عدم وجوده وسطهم وبيسيب نيلسون البيت وبيمشي عشان يقدر يركز في حلمه وبينفز نيلسون أول حركة ثورية واللي بتكون اقتحام محطة القطر بالقوة واللي بيكون مخصص للأوروبيين أصحاب البشرة البيضة بس وبيدخل نيلسون هو وكل الصوار القطر لكن بيتقبض عليهم ونيلسون بيدخل السجن لكن بعد أيام بيتم الإفراج عنه وبيروح بيته وما بيلاقيش غريبنه الكبير تنبي وبيعرف إن مراته سابته لأنها خافت على أولادها وبيسافر نيلسون لقريته وبيشوف مامته اللي بتبقى بتعطبه على اللي بيعمله وبتقوله إنه لو دخل السجن أو مات هيسيب مراته وعياله لوحدهم وبعاية نيلسون اللي بيكون مش عارف يعملهي وبعدها بيبقى نيلسون ماشي بعربيته في الطريق فبيشوف بنت جميلة بتبتسامله وبيعرض عليها إنه يوصلها وبتوافق فبيسأله وبيضحك لو بتقبل دايماً إن الناس الغريبة توصلها فبتقوله إنه مش أي حد وإنه نيلسون مندلة وبيباني إنها معجبة بيه وبيبقى نيلسون عارفها وبيقولها إنه معجب بيها لأنها أول أخصائية اجتماعية ببشرة صمرة وكمان بتشتغل في مستشفى ومسؤولة عن حركات خيرية كتير واسمها وإني مكنزيلا وبيباني إنهم لاتنين معجبين ببعض وبيوصلها نيلسون شغلها وبيقول لها إنه هيجي ياخدها بعد ما تخلص وبيتعرف نيلسون وويني أكتر على بعض وبيباني إنه في بينهم حاجات مشتركة وإنهم بيسعوا لنفس الهدف وبيعرض نيلسون على وين الجواز وبتبقى مبسوطة جداً وبتوافق وبتسافر وين القرية نيلسون عشان يتجوزوا حسب تقاليل القرية لكن فجأة بتقوم مظاهرات تانية بتطالب بإلغاء التصريح اللي بتفرض على أي مواطن أسود إنه يمشي بيها وده لإنه القانون تعسوفي بيتيح لأي عسكار إنه يطلب تصريح من أي شخص يشكي فيه وممكن يقتله بسببها وبيتظاهر الشعب قدام مقرر الاحتلال اللي بيقمر قائدهم بإطلاق النار بشكل عشوائي ومن غير رحمة وبيتقتل أكتر من 150 مواطن وبيتصاب 100 تانيين فبيقرر نيلسون يشجع الناس كلها تحرق تصريحها كنوع من رفض العنف والعند مع النظام البريطاني وبيقرر نيلسون يغير طريقة تظاهره من السلمية للعنف وده لإن النظام نفسه هو اللي بدأه وبيضطر نيلسون يسيب مراته اللي بتكون حامل ويقعد في مكان بعيد عشان محدش يعرفه وبيتنكر نيلسون وصحابه وبيبدأوا في عمليات تفجير لمراكز الحكم وبيبقى مطلوب القبض على نيلسون بأي تمن وبيتكلم مع الصحفيين إنهم يقولوا للحكومة إنه مش هيسلم نفسه للنظام اللي هو مش معترف بوجوده وبيفضل نيلسون مستخبه كتر من سنة وأخيراً بيقدر يشوف مراته وعياله الاتنين اللي أول مرة يشوفهم من ساعة ما تولده وفي عملية من عمليات فريق نيلسون بيتصاب واحد من صحابه وبيتقبض عليه وبيتطر يغير مكانه اللي قاد فيه قبل ما الشرطة تكتشفه وبيوصل لمكان تاني بيبقى صحابه مستنيينه فيه لكن فجأة بتظهر الشرطة اللي بتكون مرقبهم ومستنيه نيلسون يظهر وقبل ما ينزل نيلسون من عربيته بيسوق تاني وبيهرب من الشرطة لكنها بتحصره على الطريق وبيتقبض عليه وبيوصل خبر اعتقال نيلسون لأهل المدينة كلها وبتعرف وين اللي حصل وبتنهار وفي يوم محاكمة نيلسون بيبقى المفروض أي متهم يقول هو شايف نفسه مزنب أو غير مزنب فبيرد نيلسون على القاضي إنه مش معترف بالقوانين بتاعتهم وإنه كده كده غير مزنب وبيعترف نيلسون قدام القاضي إنه هو المسؤول عن التفجرات اللي بتحصل بس بيكمل وبيقوله إنه شخص مش محب للعنف ولا بيعمل ده من تلقاء نفسه وإن الحكومة هي اللي بدأت العنف لأن سنوات التظاهر السلمي ما أنتجتش غير المزيد من الظلم والقمع وبيكون المحامي بتاع نيلسون وصحابه خايفين من حكم الاعدام وبيقول لنيلسون إنه يعرض قضيته بكل هدوء قدام القضاء وهو هيتكلم معهم عشان يخففه الحكم وفي يوم إصدار الحكم بتكون ويني ومامته مستنين وهم خايفين وبيتحكم على نيلسون بالسجن المؤبد وبيفرح الكل لأنه على الأقل مش اعدام وبيقول القاضي لنيلسون باستفزاز إن الحكم ده بسبب رحمة الحكومة بيه لكنه يستحق الاعدام وبيكون السجن لنيلسون هيروحه على جزيرة روبين اللي بتكون بعيدة جدا وعليها حراسة مشددة وبيستقبلهم مسؤول السجن وبيقول لنيلسون وصحابه إنهم هيعيشوا هنا اللي بقى من عمرهم وبيكمل وبيقولوا إنهم يعني ما يحاولوش يشتكوا عشان محدش هيسمعهم وبيخلي الحراس نيلسون وصحابه يلبسوا ملابس السجن اللي بتكون قذرة جدا وبتكون عبارة عن بناطيل قصيارة واللي بيكون معناها في وقتها إنهم مش بيحترموهم وبيفضل الحراس يعملوهم معاملة سيئة جدا وبيدخل نيلسون وصحابه كل واحد في زنزانة وبتكون الزنازين صغيرة جدا ومش نظيفة وبتبقى ويني حزينة على جوزها وده بيخليها تطلع غضبها على الجنود بتوع الشرطة اللي بيفتشوا بيتها وقضتها كل يوم وبيتقبد عليها يا كمان وبيبقى نيلسون بيصحك كل يوم بدري قبل معاد الفطار وبيمارس الرياضة عشان يحافظ على نشاطه وليقته وبينزل مع صحابه على معاد الفطار وبيقولهم إنهم لازم يقدموا مطالبهم لإدارة السجن وإن الموضوع هياخد واق لكن هما ما عندهمش دلوقتي غير كده وبيقرر نيلسون إن أول مطلب ليهم لازم يكون بناطيل طويلة وده عشان إدارة السجن تبدأ أصلا تحترمهم وبيوافق صحابه كلهم على كلام نيلسون اللي بيكون شخصية قوية وقيادية وعايزة تحقق هدفها في أي وقت وتحت أي ظروف وفجأة وفي نص الليل والدنيا بتمطر بينادي حراس السجن على كل المساجين وبيجبروهم ينزلوا للساحة تحت المطر وبيقلعهم كل هدومهم وبيبقى نيلسون مش قادر يستحمل كمية القهر والظلم اللي بيتعرض لها وبيقف على رجليه وبيقولهم إنه معطرد وإنه عايز يتكلم مع مأمور السجن وبسبب ثقته في نفسه وقويته في أنه يقف قدام الحراس اللي معهم سلاح بيوافق الحراس على طلبه وبيروح له مأمور السجن اللي بيقوله نيلسون إنه مش موافق على المعاملة اللي الحراس بيتعاملوا بيها معاهم وإنهم بالطريقة دي مش جزء من نظام قانوني بيتطبق إنما هم عصابة والمأمور نفسه زعيمهم فبيتعصب عليه المأمور اللي بيقوله إنها طريقته ومش مستعد يغيرها لحد ما يشيلوه من مأمورية السجن وبيسيب نيلسون وبيمشي وبيشتغل نيلسون في تكسير الحجرة في السجن وفجأة بيجي حارس من الحراس وبيقوله إن مراته تقبض عليها وبيشتمها عشان يستفز نيلسون اللي بيتعصب وبيكونها إضربه بس إصحابه بيهدوه وبيجي واحد تاني من الحراس بيدي لنيلسون جريدة فيها خبر اعتقال مراته ويني وبيتأثر نيلسون اللي ما بيكونش عارف إلي بيحصلها في السجن وبنروح لويني اللي الشرطة بتعتقلها كل إسبوع أكتر من مرة وبتبقى بتتهجم عليها الشرطة قدام بناتها اللي بيبقوا مرعوبين جدا وبتتعذب ويني في السجن اللي بيبقى قذر جدا وبتتحرم من الأكل والمية وبتبقى الشرطة معتقلها عشان تنتقم من نيلسون والتفجيرات اللي كان بيعملها في مقراتهم بس ويني بتكون شخصية مناضلة وثورية وبتستحمل كل أشكال القهر والعنف اللي بتتعرض له وبتخرج ويني من السجن الفترة وبتقدر تزور نيلسون في جزيرة روبين وبيكون ممنوع عليه الكلام في السياسة أو في أي شئون تخص البلد وبيتطمن نيلسون على مراته وعياله وبتقوله ويني إن مامته بتموت لكنها فخورة بيه وفهمة اللي بيعمله وبيفرح نيلسون بكلامها بس بتبقى حزينة إن عياله ومش هيشوفه باباهم غير لما يجباره وبيخلص الحارس المقابلة اللي بتكون مدتها دقيقتين بس وبتمشي ويني وهي بتعيط وبيتأثر نيلسون اللي بيفضل يكتب لبناته على أمل إنهم ما ينسهوش وبيكتب نيلسون لبناته إن لي رسالتين بس في السنة لكنه عارف إنهم كمان ممكن ما يوصلوش بس هيفضل يكتبلهم لإن ده آخر أمل ليه وبيمر أكتر من سنة وبيستمر نيلسون واصحابه في المطالبة ببناطيل طويلة وأخيرا في يوم بتوصلهم البناطيل الطويلة وإذا بيجدد جواهم الأمل إن باقي مطالبهم ممكن تتحقق وفي يوم بيحلم نيلسون وهو نايم بمراته ويني وتنبي ابنه اللي من مراته الأولى وبيكون تنبي يوقف بيبص البابا وهو حزين وبتبقى علاقة نيلسون بمراته الأولى وعياله تقطعت من ساعة ما ثابته وفي تاني يوم بيصحى نيلسون على جواب مكتوف فيه إنه تنبي ابنه مات في حادثة عربية وبينهار نيلسون اللي بيكون ندمان إنه ما شافش عياله من وقت طويل وبيطلب نيلسون من قدارة السجن إنه يروح جنازة ابنه الكبير وبتقتزر له قدارة السجن لإنه مش مسموح ليخرج مدى الحياة وبيكتقب نيلسون اللي ما بيرداش يأكل ولا يشرب وبيدخلوله الحراس صاحبه عشان يهديه وبيقوله نيلسون إنه خسر مامته وابنه وهيخسر مراته وعياله وبيباني على نيلسون إنه استسلم وبنروح لوين اللي بتخرج من السجن بعد مدة طويلة جدا وبتلاقي إن أهل المدينة بيستقبلوها وهم مبسطين بخرجها وبيباني إن الوضع بدأ يتغير وإن سجن ويني ومندلة اللي بيحربوا عشان شعبهم أثر في الناس وخلاهم يتحركوا وبدأت أعمال شغب ومظاهرات ضد الحكومة في كل مكان وبتبقى مظاهرات عنيفة زي ما كان نيلسون عايز وبيتقبض على الشباب كتير واللي بيدخلوا نفس السجن اللي فيه نيلسون وبيتعصب واحد من الصور اللي تسجنوا وده لما بيشوف نيلسون وهو بيزرع طماطم وبيقول صحابه إنه كان عارف إنه استسلم وإنهم بيحربوا بره عشانه وبيحكي الشاب لنيلسون إنهم قفلوا المدارس وضربوا مقارات الشرطة وبيفرح نيلسون جدا اللي بيحس بالتغيير وإن مجهوده ما رحش على الفوضي وبيبقى نيلسون تصاحب على واحد من الحراس اللي بقى بيعمل نيلسون كويس وبعد أكتر من 11 سنة بتكبر بنته وبيكون عندها 16 سنة وبيبقى مسموح لها تشوف بابها في السجن وبيفرح نيلسون أول ما بيشوف بنته زنزي اللي بتكون مؤمنة بنفس قضياته وبيحس إنها شبه مامتها وبتقوله زنزي إنها بتعمل مظاهرات وبالطالب بالعدالة والحرية زيه وبيكون نيلسون فخور جدا ومبسوط باللي بيحصل وبيرجع له الأمل من تاني وبعد 15 سنة سجن في جزيرة روبين بيتم نقل نيلسون وأصحابه لسجن تاني في كيب تاون وبيكون نيلسون وبقيت صحابه هيعودوا في زنزانة واحدة وبيعرف نيلسون إنهم مترقبين من خلال المراية اللي موجودة في الزنزانة وفي مدينة جوهانسبرج عاصمة جنوب أفريقيا بتبقى ويني بتقود المظاهرات وبينتشر اسم نيلسون مندلة في العالم كله وعلى اسمه بتقوم مظاهرات في كل مكان في أفريقيا وأوروبا وبيسمع العالم كله عن القضية وبيتضمن معاهم أصحاب البشرة البيضة والثمرة وفي السجن بيسمع نيلسون وأصحابه خطاب الرئيس واللي بيكون موجه لنيلسون وبيقول الرئيس إنه مستعد يفرج عن مندلة في مقابل إنه ينهي أعمال العنف ويوصلوا مع بعض الحل السياسي وبيبقى نيلسون عارف إنها خدعة عشان يوقع بين الشعب وبين نيلسون لكن نيلسون بيقرر يستخدم الخدعة دي ضد الحكومة ويلعب معهم بنفس الأداء بتاعتهم وبتزور ويني نيلسون في سجنه الجديد واللي بيكون مسموح له فيه بالتلامس والكلام في السياسة وبيحدد نيلسون مراته لأول مرة بعد 21 سنة سجن وبيديها خطاب توصله للرئيس وبيكون خطاب دبلوماسي بيتوافق مع رغبات الشعب ومع الرئيس في نفس الوقت واللي بتقول الخطاب بتبقى زنزي بنت نيلسون الكبيرة وبعدها بيتم نقل نيلسون لبيت جديد واللي بيكون معزول عن باقي المدينة وبيسمح له الرئيس إنه عيلته تقعد معاه وبيتفاوض الرئيس مع نيلسون من خلال نواب عنه وبيكون نيلسون في اجتماع كل يوم مع النواب وبيكون مصمم على مطالبه في إلغاء نظام الفصل العنصري وتسليم السلطة للأغلبية من الشعب وبيكون نواب الرئيس خايفين من انتقام الشعب منهم لو بقوا مكانهم في السلطة لكن نيلسون بيأكد لهم إنهم مش هينتقموا وإنه هيبين لهم إنهم أحسن منهم لإنهم مش خايفين منهم وبيبقى مندلة ثابت على موقفه وعلى كل مطالبه وما بيقبلش بأي مفاوضات فبيضطر النواب الرئيس إنهم يخلوا مندلة يقابل الرئيس نفسه وبيقولوا الرئيس إنه هيطلق صراحه من غير أي شروط وإنه هيبعته في طيرة خاصة لمدينته جهان سبيري وهيكون في احتفال مخصوص ليه وما بيوافقش مندلة اللي بيقولهم إنه بعد ما أخدوا أكتر من نص عمره وبعد ما أسرته كبرت من غيره عايزين يحسسوا إنهم ما عملوش أي حاجة وبيكمل مندلة وبيقول الرئيس إنهم عايزهم يفتحوا باب السجن ويسيبوا يمشي لوحده وهو هيقدر يكمل طريقه ومع خروج مندلة من السجن بيتزيد أعمال الشغب والمظاهرات اللي بتطالب برحيل السلطة تماما وبيطالب الشعب هو اللي يحكم نفسه بنفسه لكن بيموت أعداد كبيرة من المتظاهرين وده بسبب قوة الجيش واللي بيكون معهم أسلحة ودبابات عكس الشعب وبيقرر نيلسون إنه يوافق بالحل للحكومة عرضاه وهو مشاركة السلطة بشرط إن الحكم يكون للأغلبية واللي هو الشعب وبيكونوا أصدقاء نيلسون معترضين وبيبقوا شايفين إن الشعب مش يوافق بمشاركة السلطة لكن نيلسون بيقولهم إنهم زعماء الشعب ولازم يقنعوه بالأحسن ليهم وبتتوتر العلاقة بالنيلسون وويني اللي بتكون مع العنف اللي نيلسون ضده وبيتخانق نيلسون معها لإنها بتدعو الناس للحرب وهو بيدعوهم للسلام وبيقرروا إنهم ينفصلوا وكل واحد يعيش لوحده وبسبب خطابات ويني وغضب الشعب بتزيد حرقات التمرض من السود وبيقتلوا المواطنين البيض وده اللي بيقدي لهجوم الجيش على السود بشكل عشوائي وقتل الأطفال وكل شخص مالوش زنب وبيروح نيلسون لمكان الاشتباكات وبيشوف الأطفال والستات وهم مقتلين قدامه وفي هاجة بتيجي واحدة تسلم على مندلة وبتديل ورقة في إيده وبعد ما بيقرى مندلة الورقة بيقرر يقراه في التلفزيون قدام الشعب كله والحكومة وبيقول مندلة محتوى الرسالة ولملخصها رفض السلام تماما والتمسك بالعنف وبيبين مندلة أنه معترض على الرسالة وبيفهم شعبه أن السلام هو الحل الوحيد اللي قدامهم وأنه شخص تسجن 27 سنة وعمره كله ضاع لكنه قدر يسامح وبيكمل وبيقول إذا كان نيلسون مندلة بنفسه قدر يسامح فالشعب هيقدر يسامح وبينصح مندلة الشعب يفضلوا في بيوتهم ويستنوا الانتخابات اللي هيشاركوا ويكسبوا فيها وبتبقى ويني بتتفرج على نيلسون في التلفزيون وبتبقى من دايقة جدا لأنها بتكون ضد السلام والأول مرة بيبقى من حق كل مواطن أسود يصوت في الانتخابات ويختار رئيسه بنفسه وبيتم انتخاب مندلة كأول رئيس ببشرة صامرة لجنوب أفريقيا وبقردت الشعب نفسه ودي بتبقى بداية لنهاية العنصرية في كل مكان في العالم الفيديو ده كتبته مريم إبراهيم وسجله محمد طاهر ده اللي هو أنا يعني ومنتجه محمود طاهر وما تنسوش تعملوا فولو صفحة فيلم في الخمسينة عشان تتابعوا الملخصات الدرامية وفولو صفحة محمد طاهر عشان تتابعوا الملخصات الكوميدية وفولو صفحة هكونا مطاطا عشان تتابعوا ملخصات الأنيمي والكارتون سلام